اه السلام عليكم مساء الخير كيف اخباركم ان شاء الله بخير كيف حوالكم اه اه ما اعرف الصوت واضح الان الناس بقولوا الصوت اه نسأل الله الرحمة والقبول لشهداء الشعب السوداني في كل الحقب والعزمان نسأل الله انو تقبلوا احسن القبول يا رب العالمين نسأل الله انو يربط على قلوب امهات الشهدى وذويهم يا رب العالمين نسأل الله انو يشفي الجرح يا رب العالمين والمصابين نسأل الله انو يعيد الاسراء والمفغودين وفي مفغود ليه سبع شهور اسمه احمد ويسرته وصلت لحد البرهان والحد المعتقلات الدعم السریع والمحاكم والنيابات فإن شاء الله الليلة نقرأ البوست عنه سأل الله أنه يحفظ الشعب السوداني من الوباء والغلاء والعمل والخوانة اللي بتكشفه كل يوم بتكشفه جدامنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كل يوم إحنا الحمد لله بفضل الله بنخرج من الظلمات إلى النور الوتيرة الماشية بها الحاجات يعني هي وتيرة مخيفة حاضر وأول حاجة في خلاف الناس في الشارع يعني لما بدأ القصة بتاعت اعتصام القصر قلنا الناس أمسك أردولد أمسح بالواطة لكن الناس المعاه ما تقول لهم يا جعانين يا موز يا قرود دي مصطلحات عنصرية وأسارة بعدين بيبقى كبير وأسارة كم ستة شهور انت شفت الأسر حسي شفت الأسر وقبول الناس لي من ناوي ولأردول ورفضوك انت رفضك انت لأنه ده صراحة يبقى بتاع هامش ومركز والجنود اللي جابوهم للمهمة دي نجحوا فيها الإعلام المضلل وبيجاي أردول الزول اللي بيعرف في خاطب وشي القضيط وبيعرف في كل أس قبل شوية فرحان قال قاعدين مع هن البطاحين ورقصنا معاهن وانه زي البطاحين يا مبارك أردول ما دارين نرقصه عندهم مشاكل قضايا يعني انت جبتها خمسة ستة رقصوا معاك بس سيف وبتاعه قدرت أصدر ليه المشكلة كانت إنهم ما لها جنزة ولي رقصوا معاه ولي شو بتاع طبلة انت رقاصة مشيت رقصت مع البيجا واللي بتشيلتها سيف مشيت رقصت مع البطاحين وشيلتها سيف اليوم داك في التلفزيون لابسة جلابية الإماراتية والعمة الصغيرة زي حقه تلفنام معتستاها بلفة العمة لي والتحية في حاجة غلطة نقولتها بس معرف معتستاها صح ف يعني أنا ما فاهم الفكرة شنين والموضوع دا قصة عدم رقيص حس إحنا مرتاحين بالمناسبة من الرئيس نازل بترقص لها تلاتين سنة البشير بيصلي قاعد وبرقص واقف تلاتين سنة ف الخطاب بتاع المركز والهامش الآن ماش يتصدر القصة أنا شخصيا ما عندي مشكلة بقدر أواجه النازل وأقاعدهم في الوطن يعني حسي لسه مصرين أنتو بتتكلموا في حمادتي ليه والأوهام اللي بتقولوها أنه مرق من الخرطوم وردخل ودارين تخوفوا الناس وترهبوهم أول حاجة ما يسمو حمادتي عشان أنت زاتك ما تتفاصح مع عيسى قد أقول ليه اسمه كامل أنا أقرأ لك اسمه من مصادر يعني حسنا أنا أورك أنا بتكلم عنه ليه اسمه محمد حمدان دلقو قبال شوف دقلو الليلة جبتوا منه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يعني موظف دولة يعني ما يقول له ما يجيب سيرة حمادتي تطلع تقول لي وانتو قاصدنه قاصده لأنه هو موظف دولة طيب ما بتتكلموا في الكاردينال كاردينال رجل أعمال ما موظف دولة على اقتيب الهلال زيرو أنا ما يجيب معه الشغلة ما بجيب سيرته وسامة داود ما بجيب سيرته رجل أعمال بالفسادة الفيه دا رجل أعمال حرامي ما حرامي دا موضوع تاني محمد حمدان دلقو دا النائب الأول للرئيس مجلس السيادة أتكلم فيه ولا ما أتكلم فيه أتكلمنا مبارع عن تخطيه لآلاف المجندين والعساكر والضباط بتاعنا الكلية الحربية المصدر الوحيد للجيش والكلية الشرطة المصدر الوحيد لرجال القانون وبقى هو فريق أول دا اسمه تخطي أشاء الحاجة ما حقته أفتح الموضوع تقول لي أنتم مركزين معه وبتزرعوا في الوهم وبتمشروا في الوهم إنت لأي مصر تمشي مع الباطل بحجة إنه إحنا والله لو ما وقفنا أي زول يجيب مع زول ولا شنين حمد حمدان دا قد ابني تكلم عنه لأنه قائد الدعم السريع مليشيا مسلحة وانشئت بطريقة غير شرعية محمد حمدان دا قد نتكلم عنه لأنه موظف دولة حسي بمشي بيتكلم باسم صفة موظف دولة أتكلم فيه ولا ما أتكلم خلوا محمد طلع زهجان طلع زهجان كيف موظف دولة تطلع من الخرطوم ليه طلعته ماشي وين أنا بسأله ما عندي برلمان ولا عندي زول يتكلم باسمي ولا عندي إعلام هو إعلام وين أنتم عارفين حسي الإعلام تفتح خشمك بلا سبب بدك طلقه في رأسك ويا أمي طب الليهم الخلاف بتاع المركز مبارك أردول أنا بتكلم عنه بصفة الوظيفية مدير الشركة السودانية للمعادن سألت وصل الوظيفة كيف واحد هو قال من جبال النوبة جاي بيتكسين فئوي إغليمي ممثل لناس الناس بتاعين جبال النوبة قالوا مبارك دا ما بمسنا أنا دا العرف وصل الحتة دي ما تجي تقول لي أسود وأبيض واتعربه واتغرب وتجي داخلي لي بتدخل الحنينة وليكن خمسة وستين سنة أنتوا حاكمين من اللي إحنا الحاكمين وجه لي كلامك دا سألني أنا ما بعرف زول سألني أنا دا تقول لي أنت حكمت خمسة وستين سنة أنا ما حكمت كنت مسؤول من أكلنا وشرابنا أنا ما كنت مسؤول من أكلك وشرابك أنا مواطن ساي زي وزيك حسي بنطالب السلطة الموجودة في أزول من الغرب من الشرق من السماء من الواطن إحنا بنوجه له خطابنا المياعة اللي بتعملوها دي طبعا المياعة في الكلام دي سببه شنو سببه هي خلق تحالفات إنه إحنا والله نتحالف مع ولدنا في المرحلة دي عشان الناس القاعدين دي مبارك دول قال عديل قال قلت حكمين لكم خمسة وستين سنة الموضوع ده الثاني ما بتكرر قال عديل إنت قاصد الإسلام ولا قاصد الناس في الشريطة النيري ولا قاصد الناس العرب أنا ما فاهم تطلعوا تقولوا لينا إنتوا خمسة وستين سنة ما كنتوا متحكمين في الدولة من أول خمسة وستين سنة أدينا أسماء أدينا أسماء خمسة وستين سنة ديل مين وديل الحكام بتاعنا الدولة ديل سقطناه نحن من الخرطوم ما سقطت وان إنت بحرات سوري ولا حركات مسلح تاني بعيد لك بنتكلم في محمد زفتطين ده لأنه هو نائب رئيس مجلس السيادة في أي إشكال في الموضوع ده حلو أفتح التلفزيون السودان وأعمل دراسة لنسبة أخبار الدعم السريع ده شغل بتاع برمجة عصبية لغوية برمجة بتاعد مخ برمجة بتاعد تخطيط واضح تفتح الأخبار واحد قال ليه النسبة بتاعد الأخبار عن محمد حمدان دقلو حمدتي نسبة الأخبار عشرة دقائق وأنا فتحتها وبعدها حسبت الكلام عن حمدتي أربعة عشر دقيقة يعني أكتر من كم خمسة وستين إلى سبعين في المئة من الأخبار يوميا بتتكلم عنها حمدتي تلات عشر جريدة الأربع عناوين الرئيسية عن الدعم السريع طيب ده هم ده غصير مخواضح الزلده موظف دبلو ما نتكلم فيه أنا حسي أوريك المواقع بتقول في شنو أول خبر دقابل 48 دقيقة دقلو يفي بالتزامه ويسلم جامعة الجنين عشر سيارات جديدة سلم عليهم بصفة شنو ممكن توريني انت يا ودها الحمدتي يا من الغرب سلم عليهم بصفة شنو جاب العربات من وين ما أسألوا هل الموضوع ده مرتبط باتفاقية جوبة شالة من 750 مليون دولار حق الجوبة طيب أول مبارح محمد حمدان دلقو قال الآن حنشئ صندوق لإعمار دارفور تنشئوا كيف يا حمدتي وعندنا صندوق إعمار دارفور القاعد فيه مناوي وجبريل بالاتفاقية حق الجوبة لكن ده كأصرفه ما تنفس بالطريق أنا ما ده ما شغلي ما تحكي ليه القصة الفارغة دي لأنه حصل الانجلاب حصل يعني تجيبوا التعاشي تعرسوا حبوبتوا أنا ده ما شغلي ما بتوفي الاتفاقية صندوق إعمار دارفور حمدتها ولمس قال حنعمل صندوق تاني تعمل صندوق تاني تجيبوا من وين قروش تجيبها من وين يا أخي عندنا مواقب أصلاح لك الله سكوت دقيقة ما تكفي له معي عندنا ورطة كبيرة إحنا سواقعين فيها قال لك الله سكوت أقعدوا كده أقعد أقعد أزال ده عنده صندوقي نحسي حق الدعمار دارفور مصادر الدخل حقها حتيجي من وين ممكن زول يطلع بيورين الماضي ده بشفافية بشيه لقروشو إلا ما بشيه لقروشو إيه توقح حاكملنا خمسة وستين سنة القاعدين في أنا زول قاعد في الخرطوم لا أنتمي للشمال لا غرب لا شريق لا ميتين أنا بس قاعد في الخرطوم دي ولا ولا دار صنف نفسي ولا عندي أنا اللي انصرافي أنا اللي انصرافي ذاته سيدا اللي اسم ما عندي لا قبيلة لا جنس لا لون لا صورة لا شكل لا غيامة صوت أنا ودى الخرطوم والسنتر حتتها تمام أي القروش دي قاعد تشيلوها من وين دار اسألنا أنا اللي بتفع عوايد وضرائب وجمارك وإصالات وعتب حمياتي داسي قال الكلام ده أوجيه ليه الكلام ده تطلع تتبكلي تقول ليه قصدنه أي قصده 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 خلاص تاني فيشنه أي لأنه من الغرب قصده ولأنه جاهل أي قصده وما لقى فرصة في التعليم قصده تعاني عندك شوني انت دار تقوله تعاني القروش بيعت الصندوق التاني دي حيجيبه من وين العربات اللي ادىها لون دي ادىها لون من وزارة المالية ولا من الدعم السريع ادىها لون من الدعم السريع المؤسسة يسمى هالدعم السريع أي مصادر دخلها براها مفصولة من الدولة أي مصادر دخلها وصرفها وموارد حقتها براها أي عليك اللي اطلع ليه من الكرسي بتاع نائب رئيس مجلس السيادة السودان بس ما عليش يعني خليمشي اشتغل شغله أنا ما اسأله يا زول علاقاته الخارجية وتوقع العقود واتفاقه مع السيوبي اتفاقه مع يوبي احمد اتفاقه مع الامارات اتفاقه مع السعودية اتفاقه مع تشاد أنا ده كله والله مغدره راجل هنباتي جد رجلعة أنا ما عندي مشكلة بس عليك الله الوظيفة الميري دي ما يتمسني لما نجد أتكلم معاه بأس السؤال ده أس العنصر هنا مشهد ده هنا عشر عربات ده خبر نازل لو تمانية واربعين دقيق جاب العربات لجامعة الجنينة جامعة الجنينة مؤسسة حكومية جامعة الجنينة مؤسسة حكومية الجامعات التمانية وعشرين الفي الولايات حيديهم ولا ما حيديهم التمانية وعشرين العشرة عربات دي والقاعات اللي قال حيبنيها ليهم والمعامل اللي حيأسسها حلو حنقصمها من حصة بارفور ولا ما حنقصمها معليش يعني ما دي رياضيات يا بابي في قروش بتتدفع لا ما هو ده طبعا زود لي مكرمة رياسية مكرمة دينا ما نجيبها من ما لأمه عديها بدلة وشاله من حق حق حبوبته اللي ما ما بتكلم عن جبل عامر بس أنا بتكلم عن السلطة الحسحو فيها لا يستحقها وشال الرجالة ونجي نتكلم معاه بالغانون تقوى تتفاصح تعملها لي عنصرية أنا الموضوع ده انتهينا منه تعنصر زي ما دير حيدي الجامعة بتاعت كوستي حاجة ولا ما حيديها أرود عليها حيديهم حاجة حاجة ولا ما حاجة جامعة دارفور الولايات الثلاثة حيديهم حيديهم ولا ما حدي دي جامعة حكومية العربات الحشة دي حتتوزع حتتملك للأسازة ولا حتتملك للجامعة معليش يعني لما تما عارف الشروط بتاعت العربية الحكومية الميري دي معارفة زول اللي ده ده لهم حميالتها ده لهم بالاسم الأسازة ولا المدراء الأكسام ولا ده عليهم هدية أي زول شي لما نهاية الخدمة والمعاش ولا حتتستلم للجامعة مكتوبة بيسمنه. لما هو ازول ده قام في المؤتمر انا اتكلم الكلام ده بقالكم بتتجرس وتجي تختصر الموضوع كله في انه انا بتكلم في حمادتي لانه انا والله يقاصده. انا قاصده ماذا سيا? انا انا من قصدت حمادتي التالوقت داك ما بتعرف حمادتي هو شنو اصلا. وعموم الورجغة الفارغة دي انا بقدر ليها ما عندي مشكلة. دارين تصل لما تصل. انا بصل معاك يعني. الحتة اللي انتو دار تمشو انا بمشي. وزول لا ما بحكم البلد دي لا بانتخابات لا بيجين لا بيغانون لا بأي حاجة. ما بحكمة. ما بحكمة عنده ملف قدرة ضربة من الجرائم. انت حقك خليتو احنا حقنا ما بنخلي. عنده تلاتة قضايا طلع قال احنا مسؤولين منها. واحدة منهم بهالدين. واحدة منهم تمانية رمضان الفين وتسعة عشر فضل الاعتصام الاول. جاب تلاتة جنود قالوا لابسين هدونا. قال ودينا الورجة المحاكم والورج ده حاسع دي في المحكمة. اربعة سنة بيتحاكم في شنين انت. ودينا الورج ورغم البلاغ ما تقول تتسوى ليسايا. ما بحكمة. ما بحكمة. ما بحكمة. فكلينا حتى هون مشكلة شنو? اصبر. قبال ثلاثة ساعات دقلوا يدعو العاملين بالمؤسسات بغربي دارفور الى رفع الاضراب ويتعهد بحل مشاكلهم. بيصفته شنو يدعهد اي حل مشاكلهم? بيصفته نائب رئيس مجلس السيادة ولا بيصفته غايد الدعم السريع ولا بيصفته ولا دارفور ولا بيصفته شنو مشيح المشاكلهم. الناس عاملين اضراف في غربي دارفور. الناس اللي بترفع ورقتكم دي لما كنت مطالبكم عن وانتوها لحيماتي شنو? كتبتلوا شنو? كتبتلوا حيماتي اللي شنو? رئيس مجلس السيادة ولا غايد الدعم السريع ولا هو شنو كتبتلوا ويجي وقل لك انا هحل لكم مشاكلكم. وريني حسي. تتكلموا في حيماتي لانكم شاهلين انا معاو شاهلين انا معاو لانه موظف دولة. يتحمل الكلام ده انت مالك انت. حسي السؤال غايم هنا. ده قبل تلاتة ساعات مش عملها عاملة تانية. خليني الاخبار. دقلوا يتعهد ويدعو العاملين بالمؤسسات بغرب دارفور الى رفع الاضراب ويتعهد بحل مشاكلهم. الجنينة. دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتغالي الفريق اول محمد حمدان دلقو مواطني مدينة الجنينة الى وحدة الصف والكلمة. ده ده معنوان كده الاخبار. ارد عليه ولا ما ارد عليه. يتشيل الصفة دي كلها منه. قدامه تقول لي قصدين حمدتي اسمه محمد حمدان دلقو نائب رئيس مجلس السيادة الانتغالي الفريق اول في الجيش ولا في الدعم السريع? فريق اول يا صرفه خلاص. لا لا ما خلاص. فريق اول في شنة يعني? مؤسساته اللي بتبرع منها دي حقة الدعم السريع ما بقدر اسأله. زل شغال بيد راعه سرقه نهبه جابه. وحمدتي ده واحد من ايات الله في الارض للملحدين بالمناسبة. والله. الملحد يعني بيجي داخلي لك بالداخل الحنينة بتاعت ربنا ظالم. طبعا الناس هؤالي بيصدوا. ربنا ظالم كيف يا كافر يا فاجر. يا اخواننا في الله ده خليني يقولوا الدارينه. الله ما دار يسبت. خلي زول يقول دار يقول شنو. قالاه مكتوبة في الغرآن. دعوا له ولد والاناس خطى لها الله والذكور خطى لها روحهم. ربنا كاتبة. ودعوا كل الحياة دي قال. ويدو الله مغلولك. مكتوبة في الغرآن. الله بدك مساحة. الله ظالم فش نتفضل. والله يا ربنا سبحانه وتعالى. يعني شوف هست الظلمة ديل. انت شفت حميتي ده معه ملايكة. او انت بشوف الاطفال اللي بيموتوا في الكرانك وفي الحروب. وعين البشير حسي قاعد في القصور. السؤال لسه غائم. انت شفت ملايكة مع حميتي. عرفت الله واقف معه كيف. عالله وحس يا اخي راكب العربات ولا الراكب حبوبتك. انت السؤال ده مازال غائم. حميتي ده شفت معه ملايكة. لا. دليلك شنو انه الله واقف مع الباطل. كده الديني. ربنا سبحانه وتعالى طلع لنا الشمس الساعة اربعة صباح. انا البصحة بدري بزرع بحصد. اخر اليوم بيجي بنوم مرتاح جايبه مليان. العربي ده مواضح. اي. ما عملت شغلتك. انت قاعد تتبكى وتتسوى. مظلوميات والملاطم. تقعدوا الى الملاطم. الراح دي كفي تروح وانه ظروف. يا زل هوي. الزلدة بداها من حمر. حمار بداها من حمر بيقى الان الجوكر بتاع اتناشر تلتاشر دولة. هو اللي بحدد منه اللي يحكم ومنه اللي ما يحكم. اي رئيس ما عجبه بيمشي بدخل غواته بيسقطوه. ده حميتي ده. وما اقرأ. دليل على انه القراية ذاتها ما مع غياس ولا معيار. وحسي ده حاجة اتكلم فيه. شفت ملايكة ما حميتي لا. الله عز وجل وضع السنن للكون يا اخوانا. لا يمكن السنن ده تتغير. الله عز وجل لا يمكن ان يجري للخير والحق على يد باطل. يعني حميتي ده ليوم الدين. موضوع ده تنوم فيه مستغر ومطمئن ونايم مرتاح. لا يمكن حميتي يجيب خير للسودان. موضوع ده انا ما دعرفه نغاش. خلوها دو فرصة ما هيحصل. السنن الكونية الله سبحانه وتعالى الخير ده والحق ما بجريه الا على يد. زول كويس. حتى الملحدين ده برضو يتكلمو لك عن ايات النسخ. شنو الايات النسخ والله يا اخي ربنا ما كاتب كده ونمحوها وبعدين غير رايه. عادمة اله. نعم اله غير رايه تالمشكلة مزعي لك شنو يا. ما هو لسه احنا خاضعين لي سلطة. كانت القبلة كده بيت المغدس وبعدين قال لنا امشو مكة. قال المشكلة وين. اله غير رايه المشكلة وكتبها ليك. لكن الظروف الربنا سبحانه وتعالى انشأ فيها الجيل ده حق الغادة. الصحابة كانت مراحل انشاء قادة. النتيجة كانت شنو. ادى هنا الاية بتاعة الخمرة واحد اثنين ثلاثة مرحل. طلتاشر سنة ماشي هناك عشر سنين. خالد بن الوليد في معركة احد كتل نص الصحابة. نص الصحابة كتلهم. جا خالد بن الوليد بقى سيف الله المسلول. ها خالد بن الوليد بعد تخريجه من مدرسة ايات النسخ اللي انت بتتكلم عنها هذه. والتدريب والصناعة بتاعة الغادة. خالد بن الوليد والصحابة معاه كانوا بيفتحوا في اليوم الواحد خمستاشر الف متر تضاف الى دولة الاسلام. ماشي هناك كسرى وغيصر في معركة واحدة شاتنا الاثنين. خمستاشر الف عسكري معاه. صناعة القادة في ايات النسخ دي التدريب. ما هو دي الكلية الحربية بيدربوا القادة كيف? ما هو الحابب دوليمبي تمرين تسعة استعدوا بتاعه عشرة. اطلع يتحمل مزئولية يغير. مش يكفي للباب ويتبكى. دي الكلية بشو نديها. صناعة القادة. سيدنا موسى ودى الفرعون كان. كان امير في غصر الفرعون طلع في الرعى عشر سنين حتى بعدين دي اجي قادة التغيير على الملك. على الملكة البدعي الوهية. لقى الجبال قاعدة طيبة وطابة وسلسلة الجبال الرعون. مش عمل له حيس ما اللي هرامت. بناعة بناعة دي ده. يعني فرع نفاية الحد. سيدنا موسى من قصر الفرعون قبل ما يدخل كرية التغيير والاعداد بتاع الغادة ما كان بسجده. اللي اللي هرامت ده? الحتات الوصلة دي وصلها بتحالف الشيطان. اي زلحة واللي هرامت ما زول كويس. البشير ده كويس ولا كعب يا اخوان? بأمانة كده ها? حس صلاح قوش ده كويس? طه عثمان الحسين كويس? محمد بن زايد كويس? محمد بن سلمان كويس? حفتر كويس? مرافيدة جهاز الامن والمخابرات كويسين? اسامة داود الحولي حولي حماتي ده كويس? ما كويسين. بطانة السوق كلها بتتحالف عشان تنشي إليها امبراطورية للشيطان. موسى هلال كويس? عبدالواحد محمد نور الكتل اهل حماتي وحماتي كتل اهل وحسي متحالفين حق منها. حجر ده كويس? البرهان كويس? جبريل ابراهيم كويس? مباركة دول كويس? دي سنن كونية. الخير ما بيجي علي دول زول ابن شيطان ما بيجي. ما تقول ليه اصبروا على حماتي ما حيجي. اصبروا على حمدوك ما حيجي بخير. اصبروا على خالصيلك ما حيجي بخير. ما حيجي بخير. موضوع ده انت تموت حسي على يقين ما حيجي بخير. بنحاربوا لانه في النهاية اسي انت الموضوع ده ما تخليه مشي عديل. اديك مسال على انه الاشرار ديال بيحاولوا ادعوا انهم يعني اسي قبل اسبوع انا قلت لخالد اه وجدي صالح. الليلة في رفاهية شوية يا اخوان انا ما عندي موة يا بشرة في بيبسي بش بش قليمو. يا بيب الكوكب ده في وشنو. ما بيبسي. اتاني في شنوها. وزاعة الانسان ما قيل اللي لده بعدك هنبي. ربنا سبحانه تعالى خلق لك فراولة وفواكه ازدوائية ومنجة وستي. بس يجي بليك حاجة مركبة في معمل تكون تشربة وتيجي طب تمرض اخر عمرك وجاتنيها شاشة عظام وسكري. اسمع المثال. الاسبوع الفات قلت اللي وجدي يا اخي اخر حتة حتظهر فيها علني. وين? ابروف. تاني ما حتقدر تطلع حتة. وحنفرض عليك الحصارة كنا فرضين في السنين الفاتة. قام وجدي ومجموعة من الحرية والتغيير مشوا الكباشي. طلعوا ليه هنا الناس في الشارع وقالوا ليه هنا يا اخو والله الحتة دي ما بتمروا منه. ورجعوه. الناس الفي الكباشي ديل مواطنين سودانين. طلعوا ناس كتبوا عنهم ديل بقايا النظام وديل كيزان. انا ده ما سألتك منه. كيزان ما كيزان. انا ما سألك من الحاجة. ده حاكمك حميتي تسكساي انت. ما تحدد ده قعب ولا ده كوز ولا ده ده بيت ناس ولا ده ود ناس. انت زول قاعد حاكمت ده وده حميتي احنا خلاص الموضو ده بتاع التغييم ده انتهينا منه. اسكساي. ده مواطن سوداني اعترض على وجدي. الموضوع ده مؤشر لاشنو? مؤشر انه وجدي المفروض يجي حكم. معاه غادة الحرية والتغيير. طلعوا لاغولين مواطنين في الشارع المواطنين دي اللي قال لهم ما بتمروا بهين. مواطنين. نسمعون ولا ما نسمعون نسمعون. ده يسمو شنو? اسمو تغييم وجدي وعمر الدقير ومدني ومحمد القصم. تغيموهم في الشارع. قالوا له انا ما دار انكم تحكمون. تعترض عربية حمدوك. عربية حمدوك اعترضوها ثلاثة مرات. حمدوك يا اخوان ما يجي بانتخابات. قبلنا. وجاء بوسيغة انتغالية قبلنا. وجاء بحكومة انتغالية قبلنا. ادوا الناس حقهم في الاختيار. قالوا يا اخي وجدي ده ما يمر مني. انا ما دار وجدي. انا ما دار وجدي تمشي تكتب فيني ستة وعشرين مقالة انه انت انقلاب. ده ما انت وجدي ده لو الراجل ما يجي بانتخابات. ما دار يجي بانتخابات صح? طيب. طلع الشارع رفضوه. تاني في شنو? انا ما دارك تحكمني. انا ما دارك تحكمني. نفس النظرية حقات حمدتي. انا ما دار حمدتي. انت شايفه كويس وانه هو ادهلك وعمل لي او لا دهلو. ده 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 كم خبر قريناه عن حمدتي. في 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 ثلاثة ساعات تمانية واربعين دقيقة حمدتي تكلم انجز شنو? اول حاجة العربات بتاعة الجنينة دارين ورقوا حقها. اتنين قال دقلوا يدعوا العاملين بالمؤسسات مش حل اضراب بتاع نغابات. ده عمل بتاع حكومة مدنية منتخبة. مش عليهم لابس كافي. قال لهم جيبوا ورقكم ده ومشاكلكم بحلها. النغابة لما انتعلن اضراب ما دار تتكلم مع عسكري. معناها ما دار تتكلم مع عسكري دار تتكلم مع زول لابس مدني. قال لهم جيبوا ورقاتكم ده انا بحلها اليكم. ده العسكري الانا مضرب عشانك يعني. ما مفروض تواجه النغابة. النغابة دي ما اخصى اه مرحلة بتاعة مطالب بتتكلم باللسان المواطن العامل. الموظف. ازا قاعد مع العسكري خلاص يعني. ما في عمل مدني اصلا يعني. خلاص ده بلون. خبر الاول. تاني لضراء النغابات. تاني منطقة هوشيري بالبحر الاحمر دي قبل سبع ساعات. تتسلم دعم نائب رئيس مجلس السيادة. هوشيري دي في الشارق. وحمايتي بايت اول مبارح. ومبارح ومبارح في الغريب. مش هر تسليه هنا الدعم حقهم. قال لك منطقة هوشيري بالبحر الاحمر تتسلم دعم نائب رئيس مجلس السيادة. بتعمل في شنو انت هترك والنغابات بتاعاتكم دي. ايه تبع بتقول لي انا بتكلم باسم البيجا والهدندا والعمدة والقبائل والجي حمايتي قاعد بيتلفون. مكتوبة هي دي في صفحة الدعم السريع. منزلينها. قال انا يا اخي حليتها منطقة هوشيري بالبحر. انا ما بعرفه اصلا. الدعم السريع الليلة في سواكن قابط مخدرات. ستة وعشرين شنو? ولا اربيجي. ستة وعشرين غزيفة اربيجي. ده في البحر الاحمر ده الدعم السريع اللي احنا بنتكلم عنه. اللي هو تغول واصل حمايتي يدو الضربة واصلة لحد هناك. الدعم السريع علاقته شنو بالمينة. كده تفضل قول لي يا بيبي. هو الحصل كالادي. حلوا هيئة العمليات استبدلوها بالدعم السريع. ازاي? قاموا عملوا قوة بين مدنية وجيش. يعني الشرطة اخذ الصلاحيات الشرطة وجهاز الامن. واخذ الصلاحيات الجيش. عندها تسليح الجيش مدرعات ودبابات. ومدافع. وعندها تسليح الشرطة. التسليح الخفيفة الدوشكات. والتاتشارات بتقدر تخش. يعني الدعم السريع جا فضة مشكلة نزاعات بين اتنين في ارض. ده شغل الشرطة يا سيد. نعم ده شغل الشرطة. ما دارينا هفرتقوها لينا كلها. خليها تمشي البيت. خليها تمشي البيت. ما دار كاك يا اخدر. خلاص مش ده الدعم السريع. اهي. ما اصرف على اتنين لكن يا اخواننا يا اخي. ما ممكن لكن. حس الدعم السريع ده را قد في بيت وحميتي. حل مشكلتين في بورسدان. قالوا لا اتبرع عليهم. دي اسمها شنو? حلت ليك هنا الاكل. الطعام. ما جات هيدي صورة بتاع التناكر موية. ما بقل ليكن يا انا في بورسدان قل ليه هنا المينة قصاد خطة الانبوب بتاع الموية. شاب كني مطالب نلتي والاسر يا حال اغلقهم جد ما. الحاجة التانية قام حل ليهم مشكلة الامن والامان. بيقفة زاعة والراجل والكلس بتاعهم حميتي. في مدرعات داخلها في بالمينة بتاع شنو ما عارف مينة ما بعرف انا زات اسمه غريب. شالين اه اربي. ما يدخلش اربي يعني شنو يعني. وين الشرطة بتاعت الجمارك حق بورسدان وين? خليت النقاط يعني مساكت دعمة. كل يوم ما اكتشف مصيبة انا يعني. ده خبر زي ده بوريك انه اقول لك شنو يعني. ايدي يطلعوا لك ويقول لك والله يا اخي شال سروات سروات بورسدان ما قاعدين مخللنها ليه وانتو. ايدي مخللنها ليه. سيفك ده شايل السوبة ايشنو? بسألك سيفك شايل السوبة ايشنو? ساد الرشايدة. كلاشات كنت يش بتسوبة ايشنو? ودعمي سريع. اه اه اه. عساكروا عمرهم سبعتاشر سنة يقبضوا ليهم شو حنة بتاعت أار بي جي مشكلة شنر أر بي جي المهربة الحيوان ده منوله هربة كده ودونه اسمهم ما بتعرف تهرب ليك ستة و عشرين ما بتخجل ما بتخجل أر بي جي يقبض لك دعم ساعته مهربات شنوا انت البلد بلدك والأرض أرضك والحتة حتتك والناس ناسك والموظفين موظفينك والمين ميناك وانت بكون واحد من الناس اللي حفروه مع جدك بكون حفروه مع سيدنا موسى جاي احس الدعم السريع ما معروف جاي من وين ايجي يقبضها اعرف العملية واكتشفها والصور والجيبوها ما فضيحة لكم يا مهربات ما بتخجلوا عباب ده ما بتخجلوا قل لك برضو بتتكلم في الدعم بتكلم في الدعم السريع وما حخليه ما حخلي قل لك دقلو وحجر والهادي يشرفون التوقيع على وسيغة صلح بين الارنقة والقبائل العربية الكلام ده كله في تسعة ساعات حمدتي الاخطبوض عمل الاربع حاجات دي في تسعة ساعات صالح بين قبائل صالح شرف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دلقوا حفلة توقيع على وسيغة الصلح بين القبائل العربية وقبيلة الارنقة ليه حمدتي بعمل كده حمدتي بعمل في استغرار في دارفور في المرحلة دي ليه فضل هناك ما هو الكلام انا حاجيب لك بعد شوية الكبير ليه بيعمل في استغرار حل مشكلة بتاع الدم وحل مشكلتنا سالشارك دارين موية وقبض امن السودان من المخرباتية والمخرباتية بتاعنا وطبع عندي كلها قضايا بتكون اعلامية الشو سيهو ما عارفه اصلا لا فيه سلاح لا فيه منول بقدر يقول ليه حس التلفزيون تسعين في المئة من الاخبار حقته بدأ الدعم سريع منول بيعدد الاخبار دي منول بيتأكد من مصدره منول بيرتابعة ما في تيريده اصلا ما في علامة ما في صحافة زياته دارة اكد اسمي الموضوع الكلاش هاد جب ليه المتهمين ما نفس الصحلق اللي عملتوها بتاعة النايب العام قلتوا قبضتوا خلايا عنقودية واحد واربعين موقع في الخرطوم وعملتوا مؤتمر صحفي ولا المتهمين ما فيه متهمين ولولا الدعم السريع كانت الخرطوم اتفجرت يا اخي ده ديناميد بتاعنا الدهابة تجار بتاع لا 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 قل لك ده لولا الدعم السريع ده ودي في عشر ساعات الدعم السريع قبل عشر ساعات الدعم السريع مساع دائمة وجهود مسمرة في المصالحات القبلية جابين غرى فيديو بتكلم عبد الرحيم دلقو اخوه وغرى محروجة وغرى بعد ذلك بابنه فيها امبارح دقل يشهد التوقيع على اتفاق وخف العدائيات بين المساليات والقبال العربية بغربي دارفور امبارح عودت مواطنوه محلية غربي ووسط جبل مرة لممارسة الزراعة في مناطقهم بفضل جهود قوات الدعم السريع قطاع جبل مرة وفيديو فيديو احترافي جدا تصوير ممتاز قوة مشتركة بوسط دارفور تلقي الغبضة على متهمين بالقتل بحوزاتهم كمية من المخدرات دعم سريع حالة من الامن والاستغرار يعيشها مواطن محلية الشمال الجبل روكيو بفضل الدعم السريع قوة مشتركة لمكافحة الظواهر السالبة تحصل محلية كرينيك بغربي دارفور دقلو يتفقد معسكر كرينديك للنازحين ويلتزم بتوفير الحماية للعوضة الطوحية يحدث الآن التوقيع على منساق وقف العدائيات لكل أخبار في نصف ساعة باب 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 نصف ساعة باب 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 نصف ساعة حميت ينجز حميت يفعل دا شنو دا مبارح الليلة دقلو شهد تخريج قوة مشتركة من الحركات الكفاح المسلح شنو يعني قوة مشتركة يعني قوة بتاعتها الهادي حجر والدعم السريع وموسى هلال ومجلس الصحوة وزولة بشاعر داك ما قادر يجيب اسمه أصلا كان معتغل زولة الرجل مضروبة دا ومن ناوي قوة مشتركة لتأمين المواطنين ومكافحة الظواهر السالبة وحل النزاعات قوة كويسة يا صرفة طبعا ممتازة لكن القوة اللي تكونة ديها باب باب بتنسيف اتفاقية جوبة نعم بتنسيفها تماما إذا انتو بتتحالفوا بعد التوقيع وبتنشئوا قوات بعد التوقيع وبتعملوا تحالف قوة بينكن وغيادة جديدة ومركزية وحصرف علانا طبعا لأننا مواطن ما في أصلا بس أنا عبارة عن جب حصرف على القوات دي طب اتفاقية جوبة ما بتقول دمج القوات ما عارف تسريح القوات النازل خلوا قصة انه يخرجوا قوات جديدة دي موضوع يتجاوزوا بيقوا يخرجوا قوات مشتركة بينهم طيب أنا قاعد حارسيني يا بطة نعم أنا قاعد حارسيني حسين يا أخي الاتفاقية دي أخواننا كانت عبارة عن احتلال انت دي نظرتك لا يا صرفة أيو دي نظرتك لا والكلام دي صرفي اخي احنا شايفينه في نوع من العنصرية لأتينا النازل يا سيد الكريم ما نمثلوا مواطن دارفور ولا تكلموا عن مواطن دارفور ولا بيعمل فيه حميدتي دا كله قروش حقتي بسريقة بيمشي يدها لزول تاني أنا لا حخلي لا قروشي زولة تاني ولا حخلي حميدتي والموضوع ما حيدفن يعني تبتجيبها من وين يعني القوات دي لسه عملت لا قوة بتاع التحالف طيب الجيش ما فارض هيبة في دارفور لي حميدتي مبارح بيتكلم هو محفظة الكلام طبعا قال احنا جينا للصلح لي حاجتين الصلح يتيم عن طريق توفير الامن توفير الام يتيم عن طريق حاجتين فرض هيبة الدولة والمصالحات فرض هيبة الدولة انت هيبة الدولة الدعم السريح هيبة الدولة اتوا اخوان احنا بندفع القروش للدعم السريحة سي بيمسل هيبة الدولة بسألك سؤال مباشر يا احزاب يا قوة حرية والتغيير يا الناس اللي بيقول لك الطرف الثالث والطرف الغيامة انا ما بعرف حاسمها دعمي سريع عاصر. بعرف الجيش ده عندك شنف دار فورو ليه ما مش هتفرططها هي بتا الدولة. ليه القوات المسلحة ما كان عندها وجود في حل الازمات. ليه المدني مال والحزاب حتى حزب الام والانصار ما كان عندهم بين المسالة والفور حاسي في الخلاف. بحلفها حمدتي كيف يعني. بحلفها حمدتي ليه. زي انت بتحل حمدتي في النهائي هو بيقل لي حلها. عامل ليه قوة اتفاقية جوبة لشنف تفرتق الاتفاقية. انا اصلا ضد الاتفاقية دي وحواجهة يعني انا حدعو للتخريب اه اي بدعو للتخريب. اي تدار الناس تشي السلاح اي دار الناس تشي السلاح. القصص الفارغة والدخلات الباطلة دي ما تخش لي. عشان ما زديك في. ما عشين حسي كويسين. البحصل ده انا ما. يعني يعني. الكلام ده انا ضده تماما. حسي الكلام ببساطة. عرف ليه حمدتي داشنو. عرف ليه حمدتي داشنو. نائب رئيس ميجلس السيادة خلاص. اتفرض عليك موظف دولة انا اقول في وراي. نجي اخواني ليه مسألة. الشغل السوري. قبل الشغل السوري مبارح كنا بنتكلم عن الموانئ. مبارح كنا بنتكلم عن سامة داود والكلام انا كنتم تقول ليه كلام كده حق القحات فدار اسألهم. بتعرف مستوى تعليم الناس في حاجات يعني. يعني حسي مثلا بيجي زول عمره خمسة وخمسين سنة. زول سائر. زول محزب. زول كده. واليهم كله في الدار بتاعت الحزب والبتاعة. صح? انا قلت شنو تلاتين سبتمبر ولا شنو? معليش اخواني سامحوني بيشرف في يوسي. بتلقى ناس متعلمة فبتشوف التعليقات. يعني مثلا حاجات سوابت في الدين. موضوع منتهي. الحاجة دي برضو نقطة مهمة يا اخواني. يعني حسي انا الليل الحمد لله بصحة الصباح ما عندي حاجة اسما اختلفوا فيها العلماء. يعني بيجي بتوضى بطريقة لو دخلوني حسي دي الغبر سألوني بتتوضى كيف. اي كده. الطريقة دي لقيته وين? والله في الكتاب كده 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 برفع سناده لحد الرسول صلى الله عليه وسلم. بتقرأ شنو هنا ما تيجي تصلي? والله بقرأ الفاتحة. يدك اليمين بيجاي ولا بيجاي? الحنبلية بيقولوا اختلفوا العلماء. انك ممكن سيدنا عمر كان بيفيكده? لا لا انا ما عندي اختلف. احسي انا بخد هديني كده. فوق بعض. خلاص انا الموضوع ده الماشي بيقول. الاكل بتاكل? ممكن اقول لك يا اخي لو نسيته وسهيت ممكن تاكل باشي انا ما عندي بالشمال باكل باليمين. خلاص الموضوع ده ما فيهو خلاف علما. ولو ممكن بالسكينة لانه طريقة الاوتيكيت انا الكلام ده ما عندي خلاص ثابت حتى لو مخالف الاوتيكيت الشوكة بمسكة بالشمال والمعلقة بالشوكة باليمين والسكينة بالشمال انا ما عندي حيث ما اختلف العلماء الحجاب كيف والله الحجاب ده طبعا في ناس قالوا اصلا هو ما فرض في علماء انتي الله هيسألك حسي حتموتي الموضوع ده انتي قافل علشنو لا خلاف العلماء العلماء الاثنين اللي كانوا مختلفين ماتوا وكل واحد مؤمن بيراي وصح انت اللي بقيت في النص مختلفين فودة ما بتتقبل موضوع ده ما بيقبل يعني انت في سينة الان لازم تحدد دارت تتحجب تتحجب بين نص والدليل ما دارت تتحجب ما تقول واختلف العلماء ما بيتمرقك اللي جابا دي ما بيتمرقك الله لما نقال حمار يحمل اسفارة دي كتبها في القرآن معنا انت الحمار شايل الاسفار دي ما شايل خلاف العلماء وجاي بعدين اهاو نحلها لك كيف يعني والله يختلف واختلف ويتموت على شنو الحاجة دي اخوانا في مرحلة ما من عمرك لازم تختار طريقك الموضوع ده حقك والله يا اخي انا بصلي شي في عويتر العلماء اختلف وممكن تصلي انو الصليل حس احنا في خلاف العلماء ما دارين ويتم بتصلي بتين بصليوا اول الليل حلو دليلك وسندك عارف عندك دليل وسند ايقرد عليه وخلاص الموضوع ده بيجي كفاية لحظة دين الاسئلة الثلاثة اللي بيسألك منها قوم على حيلك جاوب هم بيقعدوك اصلا قوم دي مافي بيجوك محترمين كويسين الثلاثة الليزي اللي بعد داك بيبدأ الكتاب الناس اللي بيقول لك ما في عذاب قبر اختلف العلماء الموضوع ده ما فيو خلاف حسي الثلاثة اللي تختار اختلفوا العلماء اي تماشي مع الناس اللي قالوا ما في عذاب قبر اي عندك دليل وسند وحديث ونص اي قرد عليه خلاص دراهي يا اخوانا كده كده عندك مؤمن انه في عذاب قبر عندك سند ونص ودليل اي ما تيجين اخر الليل تقول لي واختلف العلماء ما ينفع الحجاب كيف والله الحجاب قالوا يغطوا لكن اليد والكف اختلفوا في الصلاة انت يا اخت العزيزة الكلام ده ما بينفع يا انا حسي بالمناسبة المكياج والطرحة الحجاب ما 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 الطرحة بس الحجاب وشك ده زاته العلماء اختلفوا انه المكياج في لا لا ما في اختلفوا يا بيبي واجب عليك صلاة اي وصيام اي لازم تكون محددة انا اسألت تقول لي والله انا يا اخي ما حتنقب من حقك ليه ما حتتنقب لانه والله رأي في الموضوع بالنص واحد اثنين ثلاثة ده مسهبي شكرا لك يا اخت العزيزة المكياج ده صرفة حاجة فيها ما فيها خلاف علماء انت رأيك فاشنو والله رأي فيها كده قال فيها منو احمد بن حنبل والناس تتخذ الطريقة فبوريك الجهل حسع انت بشوف ناس كبار بتكلموا ليه انه يا اخي حسع في ظروف زي دي اسامة داود ما ممكن اعمل استثمار والامارات ما ممكن تعمل استثمار ده انسب وقت لتجار الحرب عدم استغرار الدول انه يعمل المشاريع الكبير لما يطلع واحد يضلل يقول يا اخي هو قالوا ما وقعنا هو ما فعلا ما وقع الامارات اسامة داود الجبريل ما وقعه قالوا حنوقع لكن انت عارف انه سد مروي دا اد عمل في زمن هيلة سلاسي يعني التخطيط بتاع سد مروي وسد النهضة دا كان في زمن هيلة سلاسي لما المشروع بتاع خزان مروي اسمه خزان المصرين كانوا طابلينه سنة واحد وتمانين سنة الف وتسعمية واحد وتمانين طابلينه في الدرج قالوا لان اسمع دا هرين تعملوه خزان ما بنوافق عليه تعملو سد تعملو فو توربينات المو يطمر الشمالية دا ما تتخزن فا ولا نقطة مو وغد كان في وجود الضلاليين ابناء الشيطان ناس وسامع عبد الله وناس ناس اتدمر السودان دي دي مواعيد صناعة المشاريع الضخمة عدم الاستغرار سد اسيوبيا دا ما شغال والتيقراي ووبي احمد مدوري الناحارب كانت ابادة المشروع طلقة واحدة ما جاته وحسح شغالين في المال الثالث دي مواعيد تجار الحروب عدم استغرار بينشؤوا المشاريع الضخمة لانوافزة اللي بيكون منتبه وقعليت الكلام اي فتكون واعي يعني ما ممكن عمره خمسين سنة تجي تدين المبردة تقول لي منه الجاي يستثمر في السودان في الظروف زي دي ما هو فعلا منه الجاي غير ديل قال الكلام اسامة داود هل اسامة داود ما عنده ملستة من الورق انه البيلة فيه مظاهرات بكرة في مواكب والدعم السريح هيشيله يوم تلاتين هو عارف الكلام طلع قال انا من اللي ما رفحه ننشي خلاص معناه هو عمل دراسته يعني انه الدراسات بتاعت الموقع حق المينة دا عملت قبل عشرين سنة قبل انت ما يلدوك بالمناسبة جات شركات شاهلت عينات من التربا قبال انت ما يتفكر تعرس اصلا شاهلوا عينات هالموقع الاستراتيجي بتاع مرور السفن الموضوع دا ما شو عملوا دراسات جو العمق بتاع البحر هل السفن دي دارين اربعين متر عشان السفينة المروحة بتاعتها مدوك اختاروا الموقع دا انتا فتكرتوا انه اختاروا لها من انه جبريل جنبارح سنة 2019 الدراسة تحمار ولا شنو الدراسة تحتربالت وعملت ميزانية وتعملت لما نوصلوا النقطة الاخيرة كالمونا قالواي Vatican ايحنا حناذنشئ قال ستبني الايمارات شي يعني ستبني يعني الايمارات اختارت нوع الطوب عرفته حق المنطقة والطوب الحراريات ايناسب للحت الحارة واختارت نوع المواسير واختارت نوع المكيفات واختارت نوع السيرميك وقال اسامة داود الاسبعة الفتر ستبني الايمارات معناها حددت كل الحاجات قالوا حيناء من المطار معناها اختار خطوة الطول والعرض بتتقاطع مع طيران الدولي هل ممكن تنزل طيارات عبور دولية ممكن المطار دا يدر دخلي لأسامة داود غير المينة ايوه هم اختاروا عرفوا قلموا العالم كله اننا حننشئ حتى زي دي مينة هنا شافوا شركات السفن العالمية اخدوا منها اذن الخط البحري بتاع الناقل الانترنت دا الكابول البحري بعيد من المينة ولا ما بعيد اخدوا موافقات انت دا كل ما عارفوا تجي في الاخير ببساطة تقول لي انه سامة داود في ظروف زي دي ممكن اعمل ياخد احمد خلنا ياخد ما تكررون العيش يا اخ سيد الكريم اسمع المشروع دا يتجاوز المراحل دا كلها وانتهى منها فضل مرحلة الاعلام وسامة داود ما بصادم الاعلام لانه عارف الناس كارهنه هو اختفاء دا شغل بتاع كهنة ما دا ما دا يخش فيه مصادمات ويرود على حسين خوجلي ويجي طلع فيجاه يرود على طاهر توم ويطلع فيجاه يرود على تسابيح مبارك ما عنده شغل زي دا هو واقع عليوه ويطلع واحد اسمه الانصرافي يتكلم في وسامة داود يطلع وسامة يقول يعني بتطلع علينا اي شاعات لا لا هو دا ما دا ما الزولة بيقاب لك كفاحا الزولة في درجة ما في تنظيم ما اعلم انه يتكلم مع رأس جمهورية يعني حس البرهان لما نيجي يتكلم مع وسامة داود عن الفشقة الا يلاقيه عن طريق محمد بن زايد والكلام دا حصل قدامكم كفاحا وسامة شخصية وطنية اصرف يا حلقة مدخل اخوانا انتوا ليه بتكريهون العيه انا حس اي داير حاجة واحدة المشروع دا وصل للمراحل دي اي زول يتكلم عن المشروع دا رسائله اسئلة بسيطة اول حاجة انا داير اعرف اعلنوا لينا الصفقة دي تمام داير اتأكد من ثلاثة حاجات الانشاء حتنشئوها كيف وهلا الحتة دي اللي حتنشئوها فيها الارض دي حقت اسامة داود ولا حقت ناس برصدان ولا حقت البية الدين الورق عشان بكرة ما تجي تكتلوا لينا سبع انفار زي كجبار وسد مروي بتدقنا اقوص الخطر اي وثلاثين شغالة اسامة داود بهناك شغال الواطن اللي اخترتها ديها اسامة داود حقتك قحتك ضفحتها قروشة ولا قلقتك لا الحكوم لانه الاتفاق الوحيد الان شفته في الامارات شركة الموانا الاماراتية عندها خمسة عندها خمسة وستين مينة في تلاتين دولة كلها شراكتها مع الحكومة وفي الباطل رجالة عمل حتى حق الجيبوتي الصفغة حق الجيبوتي الاخيرة وحق برصدان الاخيرة دي كانت معنا الاختلاف كانت في زمن البشير خمسين سنة تمليك وفجأت في زمن القحاتة بيقد عشرين سنة شكرا لك يا ابن نعوفنا القصة ثلاثين سنة مع عميل برضو عميل والله شفت لو عملت السبع وزمتها لمن المزعج داخ ما تجد بعيد داخ تمام انا دار اعرف اللي انشاء الباطل ده حق اتمينه يعني القحاتة لما امسكوا الموضوع طلعوه وطفوه لانه ما بيقدر يتكلموا في الامارات وسامة داود ولا بيستطيع واحد فيهم اشجيب سيرة وسامة داود مرتين في صفحته في السنة ما بيقدر الارض ده حق اتمينه ميتين كيلومتر على بعد شمال شمال برصدان يا ناس برصدان يا سوار برصدان الموضوع ده ابادة وانتوا استغراء حيخش بيها العدو قفلتوها زمان في الحرب العالمية وقفلتوها في 1200 حسي جا تكون الفرصة الكلام بتاع انهم بارح انا شفت الصور بتاع دعومد منكم قالوا يا اخو سامة داود ما حاجي هنا رفعين كيلاشات لكن جيت بالليل اللي جيت الدعم السريع ماسك الميناء وماسك ال 26 أربي فمخترغين يا بيبي نعم مخترغين وين سيد تيريك سيد تيريك في خلافاتي يا صرف تيريك دا اخوانا قبل 4 سنين قلت لك وندوها عربات مصفحة مصفحة يعني شنو مضادة للرصاص زول في امان الله والشعب طالع من ثورة والناس متحاضنة انت دي عربية بدون مضادة للرصاص ليه لانه انت بتنشئ في حاجة عندها مراحل في كيرفي زمني في مخطس زمني بتمشي الحاجات يعني قبل 3 سنين حميدتي كان خارج الغيادة العامة بيقى داخل الغيادة العامة قبل 3 سنين حميدتي كان شريك في وسيغة دستورية بعد 3 سنين و 7 شهور حميدتي بيقى هو نائب رئيس ميجلس السيادة وزحى الناس اتدخلوه بعد 3 سنين و 8 شهور حميدتي بيقى يكتل السوار الزحول البشير اجابه كان حاكم 26 سنة حميدتي والابو حميدتي لو قعد 680 سنة ما كانش على البشير لانه وصنعوا جاي يتكلم حسي في مخطس زمني ماشي سريع في نقاط تقاطع يعني يوم 36 اليوم نفسه انا ما خايف منه انا خايف منه بعد اليوم الناس اللي انا شايفهم قدامي حسي والناس المسيدين المواكب الناس المسيدين الميديا الناس المسيدين المواسيق ديل انا ما بسخ فيهم ومر رجال البنستر بعد يوم 36 ولا بشيلوا دولة ولولا ان كنتوا اضعف الحلقة اخسم بالله ولاد الحرام ديل ما كان طلعوا في راسم لانه كل 3 يوم بتجي تقول لي احنا عاملين ندوة الندوة هي اللحزاب في وجوده في المرحلة اخي اسمع 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 اتا احنا بنواجه في في غيامة يا شيخنا حزب الحاجة دي اخ تطلع مريم الصادق تقول يا الله يا اخي مريم اقول لك حاجة اسمع 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 نهاية الموضوع يا اخي ما افدارين انتخابات واللحزاب هي اساس العمل المدني ومدنية خالصة خلاص ما در تعرفه ما دعرفه الصفة الاول يكون ليه فيه مدني عباس مدني محمد الاصم اي زور كان بيطلع في الفترة الفاتذة بيتكلم ليه عن المدنية وتطلع تغشوا في الشباب دل في الساحات وتطلع يتغشوا ليه في المحتغلات قدوا ليه شفت اطلع ليه الصفة الاول المرة دي يا مريم مريم انا دافلنا لك من جامع فاروق من يوم جي اعتقلوك الناس صلاح جوش اتي والسبع معاك فاروق ومعاك منو معاك منو لما اكن صلاح جوش ساعتين وطلحتي بالصورة والتعليق والله قاعدنا مع صلاح جوش لمدة الساعتين وتكلمت معه بكل شجاعة ياخي الناس بيموتوا كانوا بيكتلوا في الشهيد بابكر والشهيد الني مير انت قاعد اكونت في جامع فاروق وشال اللي يكون لافتة الكلام الفارق ده انا بقسم معي يا اخي موقف مدرمان تطلع في الحزب الاتحادي دار يشارك ودار يحكمله بدون انتخابات وبدون تفويد اطلع عليه في الصفة اللي اول بتاع بحري حاجتين قادة الاحزاب ديل ما كانوا قدام في المواكب انا ما دار اسمح كلام زول مش قلت اللي انتغالية بتجي ونفرض عليهم ونقلع منهم اه اه واجدي الكلام الفارق تخلي بناتك محروسات في البيت وتكتل لي في بناتنا ببنات ديل كله ان اخواتي وانا مسؤول منهم بيرضاه وغزبا عنها اسمع العربي ده وما شفت اللي المقاومة الشباب ديل انا بسقول منهم بيرضاهن وغزبا عنهم ما يموتوا عشانكم انتو وما حخليهم ولو انتو جايبينكم بالرجال فوق راسنا هون زاتوا نصفوا ما بفكة اليكم والسودان ده ما حق زول ولا بقى بوجي بقوله بعدين يا اخي الش الله يحرق لا لا ما يحرق والبلد دي خلات وانت عملت العليق ما عملت العليق لحد دي ما موت ما بخلى اليكم مواكب القدام دي دل السفتاء حقكم اذا انت يوجي وعمر الدقائر خايفين مواجهة الجماهير معناها انت مرفوض شعبيا اذا انت بانتخابات ما حتجي بانتغالية ما حتجي ما تفرض عليه روحك تزول غمي ابراهيم الشيخ تخلي تركيا تجيني انتو ولدك التاجر بتاع البترول ده تجي بليه بيتت معاك هالكان بيتدافع عنك تجي تقفليه في الصفة الاول حنانو منخرة مش دار تبقي تحولي تقفليه في الصفة الاول تقفلي في الصفة الاول اللي حصل للسودان حصل ليكم اول حاجة موقب ما فيه اي تنسيغية طلع بيانة انا حجيب صور التنسيغيات وحجيب اسماء وحاخدتها ما لقيتكم في المواكب القدام بطلع نكونوا اطحين احنا الغايجينها واحنا السهجين الثورة اسمع الكلام الفاضي دي انا ما ادري امك وابوك انت بالذات امك وابوك ما طلعوا معاك الشارع يبقى فكرتك ودوافعك واسباب اغناعك زيروا ما تسوقوا الجيران ونتقتلوا المحصلة عمر الدقير قال لانا مبارح وصلنا في اتفاق مع العساكر لتسعين في المية بيبشرنا انا رافض الاتفاق مع العساكر يا عمر الدقير اتا فاهم غلط يا عمر الدقير فاهم غلط انا ما دار اتفاق مع العساكر يعني حسي انت طلعت طه عثمان اللجنة المركزية مبارح تنسيغيات الخرطوم بتتفاق انها رفضت ميساق وقعدت مع ميساق وقعدت مع فوكلر عشان تسولوا لشنو نتفق مع العساكر ونوزع النسب انا رافض الاتفاق اساسا حنديكن يا صرفة تسعة وتسعين في المية بوين تسعة وتسعين انا رافضه كاكي ما يخش في الموضوع ده قلتوا لينا مدنية خالصة تجيب ليبا مدنية خالصة تجيب با الانتخابات والتفويض الشعبي ابيت تجيب ليبا طريقتك مدنية خالصة كاكي واحد فيها بصفيك انت ده العربية ده واضح طالعين تلاتين ستة عشان نصور ونعملينا والله انه احنا والله ورين العساكر وهزيناه وانا الساعة خمسة بتراجف وانت تتراجف في غصرك وانت تتراجف في ميتينك الكلام الفاضي ده تلمو عليك هزول بل اسم بطلع واحد واحد نحن دار نشتغل السورة لانه بعد تلاتين السودان ما حيبقى السودان يعني انت يوم تلاتين لو طلعتها هزيت العساكر ماشي تهيز زون وين قال لك التنسيغات طلعت مسارات لغصر الريمم ممتاز طبعا العساكر من الان بده يدفله الكباري قال ونشره قواته بتاعه اعلام التسعة وتلاتين شعل الصور بتاعت الكباري والمدرعات والاستعداد بتاع الشرطة علم بيتراجفه اها وبعدين قال لك نمشي غصر الريمم ممتاز عشان نمشي نعمل شنو عشان نسقط البرهان حلو بعد ما نسقط البرهان عندك ميساغل حتقدمه الليل حتقدمه لمنوع اصلا الميساغ بعد البرهان ما سقط يعني في منوع حيطلع لنا شرفاء القوات المسلح يعني حسيت متخيل الكباشي اولاده هالوديل والشرائح الصناعجي والمؤسسة العسكرية حيخلوني احنا نسقطه يوم تلاتين وفي كلين نوديه المشنق نشنقه في سوق الكلاكلة صح يعني ده تصورك انت كده تصورك انه احنا حنشل على القر من مجلس السيادة وقواته تكون قاعدة ونحاصر قواته وكده انت متخيلين انه جبريل يوم واحد وثلاتين ستة قواته حتخلي لينه صح؟ ده تصورك دون لا بس مدنيه وانحنا بعد ذاك نتصرف انت منه حتصرف انت منه ذاتك ودهك جسرق السلطة بالكلاش حركات المسلح والجيش انت جاي تسير قليبين يساغ انا ما عرف الكادب ومنه ذاته ولا عرضتوا علي ولا اسخ فيه ولا اسخ فيك انت ولا اسخ في جبريل انتو اللي تنين حركات مسلحة لجاء مقاومة حركات مسلحة ما جاي تنهى بنتا جاي انه بيت دخل النعمة احنا والله رؤيتنا في المي انا ما بفهم رؤيتك ما دار اشتغل فيها بيت رؤيتك انا ما دار اسمها بينو بينك انه انا 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 انتخبك حصلت الحاجة حصلت ما حصلت اتا حركة مسلحة اتزعتك نهاب بتاع السلطة تلاتين ستة دي احنا طالعين نواجه السلطة المتجزرة دي من تحت الموضوع ممكن استمر معركة تاخد لها ايام الموضوع ده ممكن ياخد اسابيع الناس دي اللي مايرجوع المكلات بحقتهم ده اتفاقنا معاكم ولا في حاجة تانية اخوان نشيلهم من جوة ما عشان يوم السابق تجينين تجينين يوم تلاتين الساعة سبعة تقول له يفكوا تلاتة طلق في بحري واستخدموا القوات وهنا هناخد خندقتنا وترجع الخندق ما في حاس ما ترجع خندق ما تخندق هست خندق ليه ما في خندق حنواصل في الموضوع ده لحدي ما جبريل ما يخش الوزارة في اتفاق تاني انا اواصل في الموضوع ده لحد ما ابروهاني يخلي المكتب في اتفاق تاني حماأ understandable الفادي ما يجي راجع منا في اتفاق تاني خلاص الموضوع دان تخطيط يا سبث الحرب اللي هنخوضه داري حمسه حاجات والحاجة التخطيط. التخطيط شوني يعني؟ يعني احنا هنخطط الناس زيل طلعوا المسارات قالوا غصر الريمن لحد الساعة واحدة دي سعة الصفر بتاعتكم انا سعة الصفر بتاعتي من تمانية بالليل وانت طالع. ليل. بل. ليل. ها؟ ما ينوم. البيقول ادي بالليل. طيب هعمل شنو؟ الناس زيل انا هشتغل معاهم هم عنده هنا المعلومة. توفر المعلومة زول اللي بتوفر الطرف اللي بتوفر عنده المعلوم هو اللي بينتصر في المعركة. احنا التسعين في المئة من اللجان دي وتسعين في المئة من السوار جواسيس. كلهم جواسيس. كل الجروبات دي جواسيس. كلهم. يبيعوا ميتينك زياته. ما عندهم كبير. انا ما بسخ فيه زول. اضحك معاك وتو الناس معاك واديك اي حاجة. لكن ما بسخ فيك. ولما انتقع وحس يقعدين يجربوها. بيقوا عكتار بيجي مر فيهن والله مش هلقى الدمك سايل. ما بعليك وبمشي باخد معاك سيلفي. تمام تعرفني. طيب هنعمل شنو؟ في التخطيط. احنا هنطلع نتكلم انه احنا هنواجه القوات دي في باشدر. الحكومة هتعمل شنو؟ هترسل القوات. منا الساعة عشرة هتحاصر باشدر. انا همشي اشتغل هناك في الحاجوسي في شارع واحد. ابقى انا دائر اعلام. اطلق اشاعة. اضلل للناس زيال. احنا مشينا القصر. وحنطلع منا الصباح مشينا القصر. دي الاعلام بتاعنا. اكتبوا احنا مشينا القصر. لكن جواي حيكون عندنا طربيت هل بتدعوه انتم بتاع التنسيغيات واللي جانب بينكم. الساعة اتناشر احنا هن امشي هناك مكتب الشركة السودانية للمعادن ونكسرها. ما في حاجة. ما في حاجة. تكسروا يا اخوانا. اللي بيطلع بيقول لك يا اخوة طبعا شرف الدولة والتخطيط والتخريب اسمع ده جيبه ليه. وصفيه في الشارع. بل تخريب معاك بل ميتين يا اخوة. نقطة دم ما زول. نقطة دم واحدة حق السودان احنا عندنا بسودان كله. لا حد سيل ولا حنسمح بها السيل وحنجيب حقها كويس قبل ما السيل. الزولة الحاجة نرمي. النقطة دي احنا حنوقف في حدته. دي اسم التخطيط. يوم تلاتين يوم كبير. القوات الامنية بتستعد بكونوا فرشوا المواقع الاستراتيجية في السودان. حاجتين حنشتغل فيهم. الكهرباء هي واحدة من الحاجات اللي بتوحد الناس. لا اله الا الله محمد الرسول الله ما وحدت الشعب السوداني. نطلع نتكلم في لا اله الا الله يقول لك كوز. انت ما مسلم. ما بتفتح كلامك انت بلا اله الا الله محمد الرسول الله خوفتها خوفوك. انا بفتح الكلام بلا اله الا الله. صرف عنده ميول اسلامية. قلت عليك هنا الكلمة دانا. ميول بقول اسلامية كيف يعني عشان بقول لا اله الا الله انا الدين دي عندي فوقك انت والسودان. ايه رايك? ما عندي حاجة فوق لي لا اله الا الله محمد الرسول الله. والبعمل فيه ده بتحت مظلة لا اله الا الله. واقع الكلام ده? طيب. حنبدأ يا اخواننا بالتخطيط. التخطيط هو غسم الاعلام. حس عدي فاضل ايام ما بنشتغل فيها. احنا كلنا ماشيين بحري. قالوا بحري قفلوا الكبري. انا ما جاي يقطع عليك الكبري ما ماشي غصر الريما باساسة نكفر الكبري. انا حشتغل بحري. مليون حاجة انا ممكن الم فيها في الحكومة دي اوريهم لك كتاب. في مليون موقع. انا اول حاجة اخواننا التسعين في المئة من الشعب السوداني يقولنا دارين تعداد السكان. ما عمل ما عملتو. تعداد السكان حيفيدني حسع في شنو. بيتكن اعمارهم كم? والله من 18 ل 55 حلو. امك دي بتقدر تمشي من هنا لحد ما تقطع غصر الريما. طيب ليها في جدا. ليه دخلينا في جدا. اجيبة من شمبات اقطع الكبري بتاع هنا الساعة. اربع ساعات تمشي وتجي بهناك في القوة لينة فيها موية بتاع الصرف صحي. ليه في جدا ما تخلي ليه همك دي قاعدة هنا في السوق شمبات. انا حبتي بانه انا ماشي غصر الريما بحري كلها ماشي غصر الريما لكن تنسيغيات كون ولجانكم والمقاومة الناس الخط الاعلام القيادة هم حيتواصلوا. احنا اخواننا حنجي ندويري هنا في السوق بتاع بحري. حيرسلوا ليه قوة. القوة دي كانت الممكن تقطع بهناك تمشي قصر الريما تكتل اخواني هناك انا حمسي كلك من هنا انا الموضوع ده ما ساعد. قلنا الشغل بتاع الاعلام شغل التخطيط الدعاية. تتكتب صفحة ولا اتعمل زول اطلع في لايف يقول الليلة ماشي نحرق الترنبة بتاعت المؤسسة. القوة كلها هتمشي بتاعت كوبرا في المؤسسة. انا همشي بهناك احرق لهم بتاعت شارعة الستين. هحرقها. ما لازم تواجههم بي حاجة. التأمين يا اخواننا. شغل التأمين. التأمين ده واحد من اساسيات العمل ده التأمين. اذا انتو طلعتوا الساعة واحدة. ويوم تلاتين لحد الساعة خمسة وفشلتو. انا يوم واحد وتلاتين باجي بسوقة ليك. بعددك تسكو الساعة انت. انا قلت لك هطلع بالليل. بالليل ده والحال القناص ما بقدر يشتغل. انا ما قصدها سجط القناص ده. ما قصد الساعة خمسة تصورني وارجع بيتنا. الكلام ده ما هيحصل. اذا دارين تعملوا الحاجة دي تخطونا لان انا بعددها حاجة بالنسبة ليز اتكون اهداف وعداء. طيب احنا اخواننا البيت فيه خمسة انفار. امك وابو انا ما بقطعه المشوهر ده. ولا حاجبه من الكلاك لغسر الريمم. البخطط في الحاجة دي انا ما حنبزه. ولا حقول لك دي هي الخطة بتاعتها الاحزاب. دارة فشل اليوم ده باينه يقول لك موقب مركزي. نمشي غسر الريمم. ساعة خمسة حتصل انت منتهية. انا حفجت امك وابوك واختك الكبيرة ما بتقدر تمشي. انا حاجبهن سوق الكلاك. سوق الكلاك لبه هناك فيه المعسكر بتاع الاحتياط المركزي والشرطة الموحدة والجيش. دي لانا من السوق ليبيا. جبلول انا حشتغل بينك. كل المعادي. دي لك ما يقطعوا ما يقطعوا. يقعدوا معانا بس. تخش بالحلة تطلع بالحلة. اي شارع ما بتقدر تمشي فيه عربية ده الشارع اللي احنا حلمشي فيه. ما ممكن تجي مني في شارع الستين. شارع عرضه ستين متر دبابة بتمشي فيه. طيارة ممكن تنزل فيه. مدرعة تمشي فيه. تاتشار يمشي فيه وتجي بعدين تقول ليه وفقدنا وحلحقونا في مجزرة. ماهو تساقوا تجزروا. ايه توريت وقلت لو الساعة واحدة جايك في شارع الستين ملفت جوبة تعال اقتلني. بس لكل اللي عملته. وبعد ما يقتلوه وتجي انت انت اتعملوا ليه المناحة حقتكم. اللاطميات او انا ما ادار حاجة زي دي. الزولة اللي حيموت ده ممكن تكون انت. اسمع كلامي. المسارات دي تدعامي اللي احنا حنخش بجوة الحلة. اي شارع موازي لشارع الستين ده نبدأوا من البداية. داري تطلعوا شارع ولا دارين ترجعوا بيوتكن انتو سايت الصالقو. دار نطلع شارع على صرفه. نهايته شنو؟ اسقطوا الري خلاص هنمشي بجوة شارع موازي للستين انتم زي لك شنو؟ ليه اللي تمشي في الزلط يعني؟ ليه؟ يعني الحكمة شنو اللي تمشي في الزلط ونشوفكم وعينوا الهتافات اعمل هتافاتك. رغم عشرين رغم تزحتاشر ما في ساير فيكن اخواننا يطلح ويكتب في صفحته بي اسمه وبيعنوه ستين مرة اعمل حساب مادر تسمعوا الكلام لما نودوكم هناك صوروكم. انت ساير وزول قايد اي ما تكتب ليه في صفحتك انا قايد يا غاضبون. هتورطها الوراك ما بيقلوا علوكم اتفر واحد بتجيبهم كلهم. وبعدين بتغيروا اغوالكم. انت غاضبون انت غاضبون انت غاضب ملوك اشتباك اكتب ليه عليك الله عن مانشستر. الصفحة اللي انت شغال بها شغال بها ثورة اعمل لها اسم لانو حسح يلقطوكم بعد الثلاثين. اطلع الشارع لا في وشك بيعلم ليه عارفك عشان انت البطل وصورك صورة بعدين والتشكسي جنبك الموضوع دي تحتلقى حور عين بعدين ازول نجف والله. حور عين زي الحور يعني. بيعلم تلقى قدامه ولا طالع لي حاجة تانية. الاحتمالية هالمود تخطها واردة. الناس زي اخواننا القوة بتقدر تستحمل كم ساعة انها تواجهنا. القوة بتغير بخدمة بعد كم ساعة. المدد بيجي من ياتوا حتة. ده الشغل بتاع التخطيط واللجان الميدانة. الناس زي لازم ترفع المعلومة. اي صفحة ما ترد ترفع لي. حسي واحدة من الصفحات السورية دي كبيرة جدا. كانت بلاي واحدة مقال منزلة ليه مقالة سيد به. اشتدت قد تلكنوا قاعد في السعودية. الصفحات زي دي اخواننا تتقفل وتتعمل صفحات موازية ليها الليلة دي. اي لجنة مقاومة محزبة خليها. اعمل صفحة الصحافة براك. اعمل صفحة براك. اعمل صفحة اعملوها انتم هاتمشوا وراهم. دي الصفحات اللي انا دار المعلومات بتطلع فيها. معلومة شنو ساعة ثلاثة احنا شفنا خدمة بتغير. اخواننا واصلوا في الحتة الفلانية. ناس التزم. وشوف موكب ما فيه عيمة متياب. اخصم بالله ما ي يسقط ضبانة. امك وابوك دل ما ما رجل الشارع ما بنسقط. ابوك لازم يكون عارفك ايه بتعمل في جنو. ولازم يديك الدافع المعنوي والدافع النفسي ويا اي دا الحاج اللي بتعملها. رغم ان ابوك ممكن يكون قوز قحاتي ابراهيم الشيخ واجده ابوك. الوحيدة الفي الكوكب تسق فيه انه بعرف مصلحتك. هو طبعا القحات ما لا بعرفه اي حاجة. وصبك قحاتي اذا يعرف مصلحت ولد ولا بلد ولا نفسه ولا عرضه. لكن دا كلام في الايجابية يا بيبي. اذا شغل بالليل دا اخوانا في تكاتيك كتيرة ممكن نشتغل فيها شغل الليزر شغل الحاجات دي بنعرفها. هو حيشوفك بالنور بتاع العربية. ما عنده حلقة غير انه يشوفك بالنور العربية عشان يضربك رشاش ولا يضربك دوشكة. انت النور دا وكتولع ممكن تكون بالجنبه. ممكن تكون وراه. ممكن تكون ما شايف المدر اصلا. اول من النورة ولع يتبزح منها. لكن هو ما بقدر يشوف كله يولع النور يلف 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 يفتشك. دا الحد ما يلقاك. القناصة في العمارات دا اي شارع بيكون فوق اربعة خمسة قناصة. دا اللي بيخشوا لحظة تبديل القوة. دا اللي بيخشوا لحظة الامداد. دا اللي بيخشوا لحظة انه كنتوا بعدها قطعتوا حواجز. هون عندهم خطوط. بيجيبوا خطوط كده بخطط الشارع. النازل فاتم حط الجوبة اي عددهم كم? والله ستين الف. اها وصلوا وين? والله وصلوا ما عارف شارع عبدالله. طيب. عددهم كم مية الف. اتنزل ما شمبيه سرعة كم? والله يا اخي كله كيلو بيقطعوه في خمسة واربعين دقيقة. يعني بعد ثلاثة ساعات حيصلوا ليه الصينية. اها اخوان احنا كم والله اربع الف نزل ليه قوة تاني. طلعوا ليه ناس الدعم السريع يلبسوا ليه شرطة لبس دا. دا تخطيط بتم? الغرفة بتاعت العملية التقالي هو بيقعد يتفرج فيك هناك كتالوج عشان حسعدهم ما بيتفرجوا في غرفة العملية. جابوا ليكم منه قنص منه. المواكب دي اخوانا لازم يقعدوا ليها. ما دارين تطلعوا الاستراتيجية. ما دارين تطلعوا منظرين المواكب. ما دارين تطلعوا سوار حقيقين. احنا بنتكلم. انا ما قاعد بعيل ليكم. مش قلت لكم بعيل ليكم. اي. السبعة شهور دي غير الكواريك واستبقات مشاكل شخصية وفضايح. ما بتقدروا على شغل دي دا. ما بتقدروا على الحاجة دي. انا عارفك. انا عارفك نهايتك شنو. وخدت لك الحتات التلعلي فيها. بعد د تبقى سورة ما بتتكلم فيها. المواسيقة اللي تكتبت دي احنا رغم رفضنا لها. وعدم مقبولنا بها لانها هم اختاروا ناسهم. وحددوا ناسهم. وحددوا الخطوة. حتى بيطلع يقول لك لما نسجت العساكر. حنجي نعلن المجلس المركزي. انا مبارح سامع ثلاثة لايفات. ثلاثة لجان مركزية. وقالوا في حاجة في فرق بين اللجنة المركزية واللجنة التسيرية التابعة لللجنة المركزية. ديل ثلاثة ديل ستة لجان. حاجة اجل مكرافون لمنو قدام الغصر فيكم. طيب الميزة في المواسيقة دي شنوها صرفها. الميزة والردني الوعي بتاع انه ما في كيزان حيجو. واحد. وما في دعام حيجو. الشعب يرافضون لو جوء بيجو بالرجالة. بيجو بالعملية النفسية الحسي حمدتي شغال فيها دي. في تسعة ساعات عامل له عشر حاجات. في اربعة ولايات مختلفة. ومرسل واحدة بورصودان. اشتراهم. قبولك بالقاتل تلاتين سنة البشير رغم العام له. ما لانه كتابعة. ما في يدك حاجة. وما دار تدي يدك حاجة. يعني غير الفلسفة والطلطة. اللسان ما عندك شغل. انا شايفك. حسي انا اديك الحداجة تقول ليه هو عين الله بقول كده عشان يفشل لنا اليوم. ده كل الابداع اللي ربنا خلق لك له حتيجي تفسر الحاجة دي كده. حسي بعد شيء حيطلع يقول لك هو دار ترشق لنا اليوم عشان احنا عملناه قبال وهو حاسدنا وغير علينا. بيب انا امك ذاتة بتحبني. امك ذاتة بتحبني. عارفاني صادق. خليه انت. امك زاتة بتحبني. الامور بتاعتكم انت خلوها. عندنا ساعات. حنقسم روحنا لخمسة اجسام. اي زول عنده ميساق اي زول عنده مطامع اي زول عنده احلام خدتها ليه بالجنب. احنا حنواجه حنمشي نفتح الغبوة بتاع الشيطان ونطلع من من التابوت حقه. احنا يوم ثلاثين حنمشي نهبش العساكر. وحنهبش الحركات المسلحة. وحنهبش مطامع الجوار. وحنهبش الامارات. وحنهبش الاسلاميين. وحنهبش الجهاز الامن. وحن وحنهبش اي زول شايلة معانا. وحنهبش الاحزاب. وحنهبش كتاب حنين. النازل نمشي نهبش انو نيجي نبعد يوم ثلاثين ننوم. اه? والله يا براهنا حنكون جيبنا اللي يروحنا. موضوع ده ما قدروه. اقعدوا في بيوتكم. اطالع يغني. اخليك قاعد. واحد. المظاهر بتاعت السورة الناعمة دي انا ما ديره. لا تطلع علينا بمكياج. لا تطلع علينا ببلوزة بيضة. نضارة شمسية. حددت الجزمة بتاعت كوكوية الاسكيرتي. ده ما شغل اسكيرتي. تي شيرت. الشكة جوه. حاجة يقبضوك منها. ما تلبس لنا حاجة يقبضوك منها. وحاجة يشرطوها. لا لا تستري. دبي لفنائلك يا بابي. عندك جزمة سبورتة لا ما عندك. ما عندها الصرفة ما تطلعي. الناس اللي بيجيبولين صورهم دي الحفاية وماسك الحنينة بالجنبه وما شم في الصورة الرومانسية. والصورة واحدة من الصور دي اخذت جائزة وبتاعتها بيصنعه في العمل زي. زي منعيم سليمان وامل حباني. ما بصنعهم بالصور الوهمية دي جايزة عالمية وبتاعتها. سورتنا دي سورت داعت دم. ماشي لنا جيد دم. الما ماشي يجيب دم يقبض جنبون بك يا زول. البسي حاجة كويسة. تقدري تجري بيها. تقدري تنطي. تقدري. ما بتقدري الحاجة دي. ما تمشي لي شارع الرمم. قاعدين هناك المرة دي حركات. حوا حما تزاته مرقته من هنا. ما هو ايحاء بتاع انه. لو حصلت حاجة انا كنت برا الخرطوم. ممكن تحصل الحاجة. واحدة من الجرائم اللي تكلم عنها حما تي قال لي اخي. شالوا الكاكي بتاع الدعم السريع لبسوهو ناس مجارمة. حلو. يعني شنو هو بوريك انه في خطة بتاع ذي انه ناس تلبس كاكي دعم السريع. ها. في ناس حيلبسوا كاكي دعم السريع. لكن حما تي قال مفتح ما بلبس كاكي دعم السريع. بيلبس الدعم السريع كاكي الشرطة. بيلبس الدعم السريع كاكي الجيش. حركات المسلحة حسي ديلنا ضباط الشرطة بنسألهم اضافوا لكم في الاحتياط المركزي من الحركات المسل لحد ديني رغم. ما فيهم واحد راجل السودان ده فيهم مية وتمانين الف عسكري بتاع الشرطة. عسكري جنابه صغير كده ما فيكون راجل يطلع المعلومة دي. إنتوا ليه الشعبي ده كلهم بتقرهون اللي يعني. فينا ناس غميئين. آآ بالمناسبة دار آآ هفي عرض اللازيال الاخير بتاع. قرقة في ده. عيني انا ما ما سياسة بس. انا دار وريك انه الابداع ممكن يكون في اي حاجة. رغم ان انتو اللي عاملين انه ده شغل بتاع اه تغيير اتجاه الشعب السوداني والفاضي دي يعني. لاخن يا بيبي جايبه لي كاجول جنز ما عارف تيشيرتي او ابيض. اول حال بلد دي مسخين. فقرقة في دي اسم بتاعت الازيال دي. انا حديك نصيحة اسمعي. رأيك شنو تعمل عرض يسمو كهربات نقاطة. جيب القماش بتاع العراقي ده الله بيضه. وديهو تركي. خليه غيرو لك الالوان ثلاثة. واحد منهم اعملوا فيو خط كده بتاع سيلك دهبي واسود. دي بقى في النص. قصقصيه وقمصان. لونة يكون ميشي للوساخة والتراب والغبر. حاضر؟ شورطات فنايل تيشيرتات. والقميزات يعملون للنسوان والبنات والازياء حقة الجامعة والكده. بلد مسخنة. يعني انت جايبه لي جاكت في في. ديش نو ده. طوب شنو يا بيبي. اعملي عرض بتاع زي اسمو كهربات مقاطة. احاول ابدع اليه في حل المشكلة بتاع الكهرباء. ما الموضوع انه تيجي تعمل. مره لابسة ستة وعشرين توب حرير. وزخرف بالدهبي. والورود. والشنو يقول له كهرباء وين ذاته؟ هي ذاته في الجوة بتكون مولعة. وهو السلسل بتاع الرقب اللي حد هنا. يا اخي. درجة الحرارة اثنين وخمسين. ما قادر تمشي مع السمو وقعب عالي. ما متعويدين عليه. واتضي محفر بتقع كلهم بيقعوا. وهس بيزل المشوح. حفلاته كلهم بيو. ما كسر. كنت هنا والله مش هدعي رس ناس. اه عوضيه وفي الباب بتاعو نزلون ولي نزلقني. ما لابسة قاب عالي. اتماليكم مالو. اعملي لينا حاجة اسمها. الكهرباءتنا قاضة. اعملي حاجة اسمها عمي مرطب. الناس ما بيقوا من بره يرسلوا ليهون. هدو مشو في التصميم البره البناسب الشكل اللون. امشي تصميمه وخط فيه الجرافيك بتاعك وخط فيه البراند بتاعك. وحيمشي يا قرقافي. اللي بتعمل فيه اسوانهم. والمقتلة ديلة وتعملين فيه. دي خشوا الفنادق ويبقوا يصوروا في مجلات علامية. ونجومهم المجتمع ورموز المجتمع. انا رمز المجتمع. انا المواطنة الكادح ده رمز المجتمع. ما حليت لين مشكلة. حاولوا فكروا بابداع. السورة اساسة ابداع. التغيير اساسة ابداع. الفكرة اصلا الفكرة دي هستهدفها منه. هتخدم المجتمع فيشنه. حس انا ممكن نعمل عرضها زيها زي حقك ده. وبفكرتي دي خمسة دقائج. السودان كل يلبس الهدوم الماركة فيها الانصرافة. وبيجي اليوم اللي بلبسوها. حس ايدي. لانه القماش الحق تارو حاجة باردة نازم سخينة. الهدوم بتاعت الروضة حقت الاطفال. روضة قماش زي حق الستارة. الطفل من جوا بيكون زيته طالع. ليه? صمموا حاجة كويسة. ده اللي بدعها اللي انا دارك فيه. ارضك وبلدك ونوع الجو. ده اللي مفروض تقعد تكتبوه. مش تعملو ليه مكتب فيه في طربيزة بتاعت جزاز. وخدت ستة عرضات جوا. وضرب ليه ما عارفها. ايطالة. ايطالة شنو? ايطالة ده ما قاعدين بيجيبوه هنا بيعمل بيتزا في السوداء. تركي 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 ده ما قاعدين يشتغل حلاق يا اخ. ما تقول ده كله كلام فاضي ساي. ده وافع الفكرة حقتك شنو? التغيير. من واقع الحاجة اللي احنا عايش لنا. ناس الكهرباء ينتظرونا. نواصف في مسألة. يا خطشتون اياه. انا هاخد بركز سانيتين اخوان. فهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدين والا والي وصحبه وسلم. اذا اخدت فرصة وجاتك من منصة ومنبر اخلك فكرة وايبدعها. انا بشوف حسن. طيب. قلنا الناس تتقسم اخوانا. الان تتعمل صفحات ثورية. صفحات اللي هي تكون هتود المسارات الحقيقية. تكتب عن التغيير والثورة. تحزر الناس. احنا ما دارين نديهم فرصة انه احنا ضعاف. هم متحكمين فينا. الساعة خمسة. هنرجع بيوتنا ويوم السبت نجيهم اه مواطنين. لانه بعد ثلاثين ديل حركبوا لنا في راسنا. اي زول بيقول لي ما دارين انتخابات. قل لوح حاضر. انزل الشارع يوم ثلاثين. خلي الناس تتقبلك يا عمر الدقير. خلي الناس تتعمل معاك يا مريمان صادق. وشوف ردة الفعل. بس ده الاختبار الوحيد ولا خير حقكم. في الموضوع يا اخواننا التاني بتاع المشاريع والانشاء حقها ده. وسامة داود. السؤال الاول. انا دار اعرف الارض بتاعت المشروع دي تابعة لمنه. ودار اعرف الحقوق والنسب حقة الشعب السوداني وحقة وسامة داود. الامارات اي عقدة عملته حتى في جدة العملية ومتزع طاشر. وقعوا مع الهيئة السعودية للمواني. ما وقعوا مع رجل اعمال. حق الجيبوتي وقعوا مع الحكومة. حق سوقطرة وقعوا مع حكومة. انا داير النسب حقة الحكومة كم. انا داير النسب بتاعت المشروع قال خمسة وعشرين سنة. حترجعوها كيف. راس المال حيرجع للامارات كيف يا. وسامة داود شارك بالموضوع كيف. شارك باشنو. شارك بالارض. انا ممكن اشارك بالارض. اذا انتم يا ناس برسدان اديتها له. وسامة داود اديها لانصرافي. خلونا اخش مع الاماراتين. ما بيقيتو هاملين. وسامة داود مشارك باشنو. الستة مليار جاية من الامارات. وسامة شارك باشنو. سهموا اشنو في الموضوع. والواطن دا تلوي الحكومة. الحكومة تدى له كيف يعني. وحتى لو اشتراها ما بنسمح له. العمالة الوطنية هيشتغلوا كم مواطن سوداني. انا داير اعرف. لانه حس الامارات عندها مشروع امطار مع الكيزان كان اربع مليار. انا ما عارف الشغالين فيه مواطنين قدر شنو. الايدي العاملة الوطنية كم. وإلا كنا ما بنركب سنبو ونمشي ليبيا ونمشي تهريب ونمشي ما عارف بالصناديق. اذا مشاريع زي دي. انا دارة العمالة الوطنية تطلع يا سامة داود تجاوب انت شخصيا. انا ما دار زولتاني. دارك انت تجاوب على السؤال ده. نسبتك كم? موضو دا صعب? قالوا سامة داود عملت شارع بطول اربعمية وخمسين كيلو هايوي شارع عالمي. اربط بين ابو حمد المشروع والمينة. المشروع دا مار في كم ولاية. بيكون مار في ثلاثة ولايات. مار في كسل وبرسودان ومار في في نهر النيل. ادينا عليك الله خطابات بتاعت موافقة من الثلاثة مولا. كل المواطنين يوافقوا شارعك دي يجي مار عندهم. لانه انت كاتب الشارع دي بقرض لمدة خمسة وعشرين سنة. يعني حتخط تليه النقاط بتاع التحصيل. اي عربية تيجي مارة نقطة التحصيل حتكون بسعر الدولار. لانه الشارع دي انت دار ترجع قروشه. لكن ما شاورت لنا منجيل عملت الشارع دا. انا ارفض الشارع دا وارفض مشروعك. مشروعك دا الا الشيله بهليكوبتر. شارعك دا ما يجي مار بيجي. العرب دا واضح يا اخواننا. ولاة الولايات اسحاب القبائل تطلع علي. مش مكرة بعد شوية اطلع على القليل منشور والله يقعدنا مع وسامة الرجل الوطني المشاريع الوطنية. ويتو قاسوا بلدكن دي ما هاملة. الامارات لما اندخلت مصر دخلت حسع اشترت كل الصيدليات والمستشفيات الحكومية بنفس النظريات كن دي. بتاعت مستشفى ما تخلين يجي يصينوها. دا اسمه احتلال. خمسة وعشرين سنة كيف انا ما عارف العقد. خمسة وعشرين سنة كيف تخد تليه دولة تانية في مشاريع قومية ويطلع وسامة داود يقول انا حاعمل مشروع ينافس بورسودان. ينافس بورسودان. والعقد انا ما عارفه. تمليك له مدة خمسين سنة انا ما عارفه. عمل ليل معاه شارع زلط. شارع دا اي ولاية تجي مرة فيه حتدفع الرسوم. وسامة ما حيخليك حيدفعكونا الشارع دا زي اللي كان عاملو عبدالباصي جزمة. مدنه شارع تمليك له مدة خمستاشر سنة. كل الكلف وما عارف التاشر مليون دولار بيكونش هالله فيه اتنين مليار دولار حسن. الكلام الفاضي دا ما يبينفع. انا دار الشارع دا حس دا هو نقطة الفيصل بتاعي. الناس الولايات والناس سكتت لان ما عارفة حقها والبطالب لها. انا ما عندي معاكم شغلة. انا الموضوع دا حرفضه تماما. وححاربه بكل ما اوتيت من قوة. وسامة اطلع عديني الكلام دا. انا دار اعرف الارباح حقة السودان كم من مشاريع دي. قول الي. انا دار اعرف نسبة التملك بتاعت الشعب السوداني في مشاريع دي. في المشروع الزراعي اللي انت عامله حسي في ابو حمد دا. اللي هتعمل بمئتين خمسة وعشرين مليون دولار. منو في ابو حمد المواطن المشي اشتغل في مشروعك دا. نسبة العمالة بتاعت ابو حمد. ما هو زي كان في النهاية لو شغلتوا الناس السفيحة الحمدابي دا ما كان بار محمد الفكي. الكلام دا انا برفضه تماما. وين الاعلام والصحافة? وين شو رفاء الصحافة? وين الناس اللي بتمسك قضايا كبيرة? وين الناس اللي كانوا تماسك القضية بتاعت صلاح مناع والقضايا الزي دي. حسي خالد عجوبة بيطلع في لايف بتكلم عن عن قضايا مهمة الناس يقول له يا اخي الشاشة الشاشة دي ما بتودي وجدي وابو وجدي ورع الشمس. وكلا النيابة انت انا شايفك البلاغ بتاعت الشاشة دا ما قدر تفتحه. واللجنة بتاعت المراجعة مشت لقة الشاشة قاعدة جوه مكتب وجدي. دار انت تطلع البلاغ تطلعوه مرحب. ما دار تطلعوه. انا جاي يكون انتوا جايين الناس الكهرباء رجعوهم. يا ناس الكهرباء رجعوكم. كان في اتفاق بينكن انكم يدوكم حقوقكم. ما ترفعوا قضية في لقنة الكهرباء بتاعت التمكين واللجنة حقا ناس وجدي بيه تعليمات فوق. انا اقول لكم حاجة اوكلوا توركم وادوا زولكم. شلتوا القروج بتاعت حقوقكم حلال عليكم. هترفعوا القضية في لقنة التمكين جوه الكهرباء شالتكم بدون اي شي حق ورجعتكم المحكمة مرحب. ما عربية دواضح هاي. اي زول عنده فرصة يطالب بحق الشعب السوداني اللي يطالب يا اخوانا. خلوكم نموذج. ديالاولادكم ديالبناتكم حشوفوا المستقبل اللي بتصنعوا له. هون انتوا الان. كلكم منزلين راسكم. جيل ما قادر يقول كلمة لا. جيل ما قادر يطلع يقول حق. جيل ما قادر يقول الله. جيل ما قادر يقول يدافع عن دينه. هون انت بتربوا في ديل. هطلع شعب كله مجرم. بترعوا في مجرمين انتوا.